أكثر من ثمانمائة أرض وزعت خلال خمس سنوات مضت غالبيتها كانت بطرق غير قانونية ولجان توزيع الأراضي لم تكن تدقق بمن تمنح الأراضي لهم وقد وضعت النزاهة يدها على جميع هذه الأراضي التي وزعت حتى تتأكد من استحقاق مستلميها هي الأراضي التي تم توزيعها بعد عام 2017 في زمن ثلاث محافظين الأستاذ نوفا العاقوب والأستاذ منصور المرعيد والسيد نجم الجبوري هذه الأراضي للأسف نعم هناك فيها استغلال حيث قام البعض باستلامة خارج الضوابط متنفذون وأصحاب علاقات ومنتسبون في أجهزة أمنية حصلوا على أراضي في مناطق مميزة وذلك بعد حصولهم على استثناءات من لجنة توزيع الأراضي والتي استقدمت المزاهة رئيسها في وقت سابق وخرج بعد ذلك بكفالة مالية فيما سجن مدير مكتبه بتهمة التلاعب هذا وقد فككت النزاهة أيضا شبكة تلاعب وتزوير كان فيها أكثر من عشرة متورطين من موظفي الدولة أغلب الموظفين في محافظة نينوى لا يملكون شبر واحد في محافظة نينوى كثير من الموظفين لديهم خدمة لسنوات عديدة لكن للأسف الشديد يأتي موظف لديه خدمة سنة أو سنتين تابع لجهة معينة ومتنفذ في الحكومة المركزية والمحلية وسيطر على الأراضي المميزة داخل محافظة نينوى طوال الفترة الماضية كان يطالب موظف الدولة باستحقاقهم من الأراضي وخرجت التظاهرات ضد المحافظ والحكومة المحلية للمطالبة بمنع الاستثناءات حتى بلغ السيل الزبا وفتحت النزاهة هذا الملف الشائك واعتقلت العديد من المتورطين فيه والجمعيات التي تهيمن على أراضي محافظة نينوى لا زالت وتبيعها وبعدها تقوم الحكومة المحلية بإزالة دور المواطنين الذين يشترون هذه الأراضي لا يعلمون بأن هذه الجمعيات غير رسمية لكن حكومة المحلية تحاسب المواطن الذي ينشئ البناء ولا تقول لنا من هي الجمعية ومن صاحبها ومن يدعمها ويضاف إلى هذا الملف أيضا ملف الجمعيات التي قطعت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وبعتها للمواطنين دون أي سند قانونية وصاروا بعد ذلك ضحية لهذه الجمعيات أمام مرء الحكومة المحلية بينما ينتظر الموظف البسيط الذي بلغت خدمته عشرات السنوات أن يحصل على قطعة أرض بسيطة داخل هذه المدينة هناك بعض المتنفذين استحوذوا على قطع أراضي مميزة وخارج الظوابط من المواصل محمود الجمع أسا قناة التغيير